أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم الأسبوعي ستراتيجي كل هذا الأسبوع تم تصنيف 85 منظمة وجمعية ورابطة ومركز إسلامي ضمن بند المنظمات الإرهابية في العالم الإمارات اتخذت بجراءة هذه الخطوة وهي خطوة يحسب لها حساب إذ البعض يقول إنها قد فتحت باب الشيطان عليها والبعض الآخر يقول هي خطوة شجاعة وجريئة لدولة خليجية إذن ماذا بعد التصنيف؟ نحن نصنف 85 منظمة وجمعية ورابطة تحت بند الإرهاب إذن بعد هذا التصنيف ماذا سيحصل؟ وما هي الخطوة المقبلة؟ حول هذا البرنامج يسعدني أعزائي أن أصدف معي في الستوديو ضيفي الدكتور أحمد الأبيض المخلل السياسي مرحبا بك ضيفي أهلا إن شاء الله مرحبا إذن كما قلنا 85 منظمة تحت بند الإرهاب بداية هذا العدد يجعلنا نتجه منحة آخر هل فعلا عدد المنظمات الإرهابية في العالم يزداد؟ أصبح ظاهرة إذن وليس فقط هي حركة أو هي فصائل ما؟ إذن هناك تمويل كبير بهذه المنظمات يعني تحياتي لكي وليجمهوركم الكريم يعني هو القضية يجب أن تناقش أولا لماذا الإمارات؟ ولماذا في هذا الوقت؟ نعم نعم سوف نتكلم عن ذلك ولكن هذا العدد لفتن تباهي ولماذا هذا العدد؟ طبعا بكل تأكيد هو شمل عدة شرائح من المنظمات منها فعلا ما هو الارتباط يعني بشكل أو بآخر من الإرهاب عن طريق تمويل ولكن قسم اللي سمعنا التصريحات من بعض الجهات أن هناك منظمات هي أصلا إغاثية منظمات يعني منجي أو منظمات مجتمع مدني في بلدانها أحيان حتى ما أعدها نشاط خارج بلدان مثل ما في منظمة صحية إسلامية في جمعية أعتقد الخيرية الإسلامية في لندن ونشاطها داخل لندن وكذا هذا نحن نبو بمحل الدفاع نحن في محل التقييم للقرار ولكن العدد فعلا يشد الانتباه أنه هذا العدد إذا كانت هذه هي البداية فما بالك إذا استمر زيارة العدد فهذا يعني أنه كل من يعمل في هذا المجال على المستوى الإغاثي أو على مستوى التمويل هو تحت طائرة الشيك يعني وبالتالي هذا يعتاج إعادة الحسبة أولاً لماذا الشيك هنا؟ هل هو بمصدر التمويل أم بالنشاطات التي تطبق؟ نحن نتكلم عن منظمات إغاثية يعني شوفي هو الشيك طبعاً إلى عدة موارد يعني أما دولة الإمارات حصلت على معلومات من جهات وهذا اللي أنا أتوقعه من جهات بالذات من أمريكية أو بعض الدول الأوروبية أو من دول إقليمية حصلت هذه وقسم من عدة قد تكون حصلت عليها من مصر باعتبار العلاقة وثيقة الآن بين مصر والإمارات وبالذات يعني قيادة السيسي وهم كانوا معه في مسألة التغيير وأسقاط حكم أخوان المسلمين ولذلك جزء من هذه المنظمات اللي على رأسه طبعاً هو اتحاد المسلمين العالمي نعم يعني بزعامة القرضاوي اتحاد العلماء المسلمين العلماء العلماء المسلمين اتحاد العالمي العلماء المسلمين وأنا أعتقد أنه هو الهدف الرئيسي هو الهدف الرئيسي هذا بالنسبة لهم لأنه لاحظي لكانت للقرضاوي ردة فعل قوية تجاه هذا الموضوع لأنه أنت تلاحظين أنه هذا القرار جاء بعد يوم أو يومين من المصالح اللي حصلت بين قطر وبين دول خليج وإعادة السفراء إلى قطر وعلى ما يبدو كان هذا عربون إعادة الثقة والعلاقة بين قطر وبين دول خليج خاصة السعودية والإمارات اللي يأخذوا موقف حازم من قطر وباعتبار القرضاوي هو مدعوم وأصلاً يعني مقيم في دولة قطر وأنه يدعم أخوان المسلمين بشكل مباشر وأنه ضد التغيير اللي حصل في مصر وهو يعتبر انقلاب لحد هذه اللحظة طبعاً هذا الجانب جزء من عندنا أن يفسر هو ضغوط أيضاً على قطر لتحييد فصل الموسطة الإعلامية منها قناة الجزيرة وفعلاً اللي يراقب قناة الجزيرة يشوف تغيير نعم هناك تغيير في البوسرة تغيير كامل حقيقة في بوسرة قناة الجزيرة خصف ما يتعلق من المسألة في مصر والقضية في سوريا وهذا كله يقع في إطار ما يحصل طبعاً إذا فتحنا النقاش سوف نذهب إلى إيران وسوف نذهب إلى بلد التحدي الميكية نعم سوف نتكلم عن إيران هنا نعم وداعش نعم أول الاعتراضات كانت من قبل طبعاً هذه المنظمات وما إلى ذلك قيل بأن هذه المنظمات مرخصة هل الترخيص هنا يلغي أن تصنف ضمن الإرهاب؟ شوفي أنا حكيت بالبداية قتلك وحتى لوكالس يعني هذه أنجيوه هي منظمات محلية وبالتالي طبعاً ممكن أقول شيء غريب هذا باعتبار القرار إذا نقيم بشكل موضوع هو تعدي على سيادة بعض الدول يعني أنت عندما دولة مثلاً نفترض الأردن لبنان تمنح منظمة أنجيو وبالتالي تأتي دولة أخرى وتعتبرها أرهاب مهما تكون توجهات هذه المنظمة يعني كانت إسلامية كانت إغاثية كانت إنسانية المفروض يكون هذا القرار مسبوق بنقاش وأدلة تثبت تورط هذه المنظمات في عمل تخريبي أو ما شابه أو إرهابي ضد تلك الدولة التي وضعت هذه المنظمات هذا في سياق المتعارف حتى في القانون الدولي أنت ما تتخذيش قرار بدون أن ما توعز للدول أنا بتقديري يعتبر ويوضع تحت مصاف اعتداء على انتهاك سيادة الدول هذا جاد ولكن أكيد هناك أدلة ويجب أن تقدم لتلك الدولة وعن طريق القنوات الدبلوماسية يعني كانت على دولة الإمارات أن ترسل على سفراء هذه الدول وتبلغهم بالأمور وبالتالي تطلب كما فعلوا مع قطر عندما طلبوا معها تكرارا ومرارا للحقيقات دعم بعض الجماعات التي تحاول مثلا أن تغير رضام الحكم في الإمارات والسعودية ودعم مثلا بعض الجهات داخل مصر مرارا وتكرارا إلى أن وصلت للقطيعة وصبح هناك تهديد بقطع العلاقات وتم هذا الأمر هذا نمتقم به دولة الإمارات بشكل مباشر ذهبوا إلى أعلان قرارهم هذا المهم طبعا هذا الجانب يتحدث بالعلاقات الدولية ما بين الدول واعتبارا أن هذه الدول قد منحت هذه المنظمات إجازات الشيء الثاني هل هذه المنظمات فعلا نشاط داخل الإمارات ومنها وهذا أهم شيء حتى نشوف تأثير هذا القرار الإمارات على هذه المنظمات هل هناك لديها نشاط تجاري أو بنقي داخل الإمارات بكل تأكيد أنا بالتقديري أعتقد أنه هناك بعض النشاط لهذه المنظمات ولماذا الإمارات اختصت بهذه الخمسة والثمانية نعم ولكن الفوء الملفت للنظر يعني هنا إن المنظمات تلك انظر يعني إلى الأماكن لديك في الإمارات اليمن مصر السعودية إيران العراق سوريا فلسطين لبنان المغرب تونس ليبيا السومال نيجيريا جمهورية مالي باكستان القوقاز أوز باكستان الفلبين سربيا بلقراد فرنسا بريطانيا ألمانيا دينمارك بلجيك إيطاليا فنلندا سويد النرويج 33 دولة تقريبا 33 دولة هل يعني ذلك عالمية الإرهاب الآن؟ طبعا شوفي هذه المنظمات التي تحققها أنا سيرتش بسيط عنها يعني عن خلفياتها نعم جزء كبير منها مرتبط بتنظيم إخوان المسلمين وهو هذا الهدف يعني عندي قطع في هذا الموضوع يعني الإرتباطها بالإخوان المسلمين الإرتباطها بالإخوان المسلمين هي تريد أن تكسب تأييد مصر باعتبارها الثقول وتكسب تأييد السعودية باعتبارها أيضا الجهات المعادية لإخوان المسلمين وبالتالي كل دول الخليج باستثناء قطر والكويت أيضا يعني ما بين بين في علاقتها مع الإخوان ومن تذهبين إلى بعد أوسع الحقيقة هذه المنظمات التي موجودها في الباكستان وغيرها معروف رعويتها من كانت تقوم برعاية هذه المنظمات العربية السعودية كانت ترعى كثير من المنظمات والمدارس الفقهية والدينية وما شابه ذلك نعم طيب تم تصنيف أيضا حزب الله العراقي حزب الله السعودي وأيضا حزب الله في الحجاز أيضا بينما لم يتم تصنيف حزب الله اللبناني باعتبار أن حزب الله اللبناني هو حزب مقاوم لا هو شفي يعني الغريب وما أن تلك الأحزاب هي منشقة عن حزب الله لا شوفي أكون مسألة لازم ركز عليها حزب الله يتم التعامل معه مثلا جناح العسكري يعتبره أرهاب أمريكا والدول الأوروبية جناح السياسي السياسي يعتبر مقاوم مقاوم نعم ومعترف به أو طرف سياسي في المعادلة السياسية اللبنانية وهو لديه كتلة برلمانية كبيرة قوية أيضا في لبنان نعم ولذلك الجهات الخليجية أو الجهات الدولية التي تتعامل مع حزب الله تراعي الظرف السياسي اللبناني هي لا تريد أن تذهب للحقيقة لتمزيق الوضع اللبناني أكثر من ما هو فيه ذلك عندما يأتوني إلى حزب الله صنفه إلى التصنيفين الجناح السياسي والجناح العسكري أما مع العراق حزب الله العراقي هذا أنا ما أعرف الدول العراقية كيف سكت عن ذلك سليس دفاعا عن مثلا الصادقون وكذا ما هم أيضا جزء من عملية السياسية لان يعني عندما تتحدثين عن الصادقون اللي هم الجناح السياسي للعصائب هم جزء من يعني القرار اللي جاءت في الإمارات لم تقل للعصائب قالت الصادقون نعم وهم لديهم نائب أو نائبين في البرلمان نعم والحال كذلك بالنسبة لمنظمة بدر الحال طبعا منظمة بدر لديها أكثر من 22 نائب في البرلمان نعم وديها أربع وزارات في الحكومة نعم يعني وزير الداخلية منظمة بدر قبل يومين أو ثلاثة وزير الداخلية صح ما ذهب الإمارات لكن كان في دولة خليجية مهمة لي القطر نعم هل لذلك هل تربط هنا لذلك علاقة ما في الموضوع أعتقد يعني هناك شيء خاصة تكلمنا عن زيارة مكوكية لرئيس الجمهورية والسعودية أيضا أنا أعتقد أكو شيء آخر يعني أعتقد أكو بالإمارات الحقيقة ليفهم طبيعة تركيب الدولة الإماراتية هناك أكلوبي لوبيات الحقيقة يعني في حتى يشكون الإماراتيين منه أكلوبي إيراني قوي التقارب حقيقة اللي حصل بين السعودية والعراق تحديدا وبين مرجعية النجف السستاني مع يعني ما أدل به العهل السعودي من كلمات بحق المرجع السستاني طبعا فتحت آفاق كبيرة زيارات لرئيس جمهورية رئيس برلمان وهناك زيارة لرئيس الوزراء مرتقبة إلى السعودية إذن ما الذي يحصل هذا التقارب على ما يبدو أزعج بعض الجهات وبالذات هناك جهات إيرانية غير مرتاحة من هذا التقارب بين العراق والعربية السعودية هي تعتقد عودة العراق إلى المحيط العربي بهذا الشكل من بوابة السعودية سوف يقوض نفوثها بشكل أو بآخر طبعا هذا بيدفع من الولايات التحاد الأمريكية وبريطانيا وفرنسا كنت تسعى أن تدفع الدول العربية وبالذات الخليجية أن تنفتها على العراق هذا قد يكون أنا لست لدي معلومة قطع ولكن أنا أعرف تأثير اللوبيات في دول الخليج اللوبي الإيراني مثلا اللوبي قوي كبير وخصوصا اللوبي الاقتصادي مننا يعني الإمارات 75% من ساكنها هم يعني يقال يا أما يكون إيراني أو يكون مذهب يعني الطائفة الشيعية نعم اثنين معظم هؤلاء يمتلكون زمام الأمور الاقتصادية في الإمارات وهي حقيقة فلذلك يعني لا تستهنين بالأمر أنه هذا الأمر هو مزعج لذلك أنا أعتقد لذلك هو السؤال المهم أنه الدولة العراقية سكتت عنه هذا الإجراء اللي قامت بالإمارات يعني ليس كما هو الحال لبعض الدول التي ندلت انتقدت نعم ولكن كتلة صادقون يعني المضحك الممكن هنا كتلة صادقون التابعة لعصائب الحق طبعا تم تصنيف عصائب الحق ومنظمة بدر ضمن هذه المنظمات الإرهابية قالت إنها سترفع دعوة ولدى الأمم المتحدة ضد دولة الإمارات ولدعمها الإرهاب في العراقية هذا مو صحيح والشيء ربما الذي يثير الشك هنا إن عصائب الحق قالت بأنها سترد في الوقت المناسب هذا يعني ذلك هذا طبعا حتى البيانة اللي صدر من كتلة الصادقون هذا غير صحيح هذا كل الحقيقة يقع في إطار الاتباك السياسي اللي ما يفهم شو مدايات العلاقات الدولية والسياسية أنت دولة اليوم قامت ضدك بفعل ما هذا الفعل مواثر عليك أن تلجأ لسلوب الدولة معها في الضد عليك أن تقوم لذلك أنا لماذا قبل ما تسعني سواء قلت الدولة العراقية ساكدة لم أقل الحكومة الدولة العراقية ممثلة في البرلمان كان مفرض يصدر بيان إذا كان هذا الموضوع غير مريح لبعض الأطراف العراقية ولكن أليس منظمة بدر وصائب هي فعلا منظمة إرهابية هذا جانب آخر ولذلك هذا سوف ربط بما حصل يوم أمس في جلسة الجرعية العامة ويتعلق في قضايا حقوق الإنسان هو بيان لأدلاز زيد بن رعد الأمير زيد بن رعد كان بيان أقصى مما حتى ذهبت إليه الإمارات بما يتعلق بهذه الموضمتين أقول المفروض ما زال أن تكتل نيابية فمعنى أنت في العملية السياسية معنى أنت في إطار الدولة عليك أن تحث وزارة الخارجية العراقية أن تستفهم من الإمارات ما الذي حصل وهناك سفير الإمارات في بغداد أن يدعو وزير الخارجية أن يقدم لائحة وبيان بذلك الموضوع طبعا وبيان في ذلك قبل أن تذهب للتهديد والوعيد وهذا طبعا غير صحيح هذا الموضوع موضوع تهديد دولة من قبل جهة سياسية معينة أو كتلة مانا وهي عليها اتهامات طبعا يسبب إرباك بشكل عام طبعا أكيد وسوف يسير العلاقات بالمناسبة هذا الأمر إذا لم يتم احتواء دبلوماسيا بكل تأكيد الإمارات سوف يكون لديها موقف السعودية طبعا هي حليف الإمارات هذا سوف يؤثر وأعتقد هنا نجح الطرف الذي كان يريد أن لا تستقيم الأمور بين العراق والسعودية بالتحديد وهذا ونبه وانا بشكل مواشر هل تتوقع لعصاء بالحق القدرة على القيام بعمل ما؟ لا قد تكون هناك فعاليات أو منظمة بدر أيضا؟ ما أعتقد لديها مقدرة لأن هناك أيضا حتى منظمة بدر طالبت أيضا باعتدار رسمي هذا ممكن قد تكون شركات عاملة في العراق أو شيء قد يحصل وإذا لم يحصل يعني من قبل العصائب قد يستغلها طرف ثالث وهذا خطأ لذلك التهديد عادة هو طبعا يجلب للإنسان مشاكل على مستوى الشخصي فما بالك عنك هكذا مستوى يعني أنت المفروض مثلا بدر من طالبة باعتدار غدا لا يستطيع أحد إذا ضربت مصالح للإمارات في العراق وهناك شركات كثيرة من الإمارات تعمل في العراق في الميناء ترسل سفن إماراتية وبالتالي إذا حصل أي فعل ضد مصالح الإمارات بدر لن تكون موضع اتهام لكن الصادقون يكون موضع اتهام هذا أمر أنا هددت بذلك هذا أمر نرتب خلينا يعني إذا في حوار ما أعرف سوى رايح حوارنا دانا نتكلم عن جلسة العامة البارحة في الأمم المتحدة شوف التوقيت اللي صدرت به الإمارات وثم الجلسة يوم أمس الجلسة يوم أمس يكون واضح وجهت الاتهامات إلى العصائب إلى بدر بقيام بعمليات خطف وما شاب وكانت من أشد الكلمات يعني ضد المنظمتين هذه في جلسة مهمة كجلسة اللي حصل في الجمعية العامة للممتحدة وهذا طبعا بالمناسبة التوصيات والقرارات اللي تصدر من هكذا اجتماعات تذهب إلى مجلس الأمين لإصدار قرار إصدار قرار وتصديق عليها وهذا قد يعطينا الخلفية لخلف الإجراء اللي اتخذتها الإمارات وأعتقد وضع بعض المنظمات اللي تتحدثين عنها أنت منظمات حتى ما لها علاقة يعني هناك روابط إسلامية في كندا في نرويج في فنلندا هل يمكن أن الله أعطي لك الروابط أو هذا الروابط أنا بتقديري أراد أن يبعدوا المتهم الأساسي بالنسبة لهم أو الهدف الأساسي وذهبوا إلى هذا الاتجاه توسيع دارة الاتهام والمنع والحضر وبالتالي هم يستهدفوا قضيتين أساسية لذلك يوم أمس كانت في جمعية العامة الممتحدة في البيان اللي تتحدثت عنها أنا لم يذكر من المنظمات العراقية إلا عصابة للحق ومنظمة بدر بدر الحقيقة بعيدا عن كل الميليشيات الشيوعية وذلك المجولة وقبل ذلك كان مثلا يتحدث عن الانتهاكات في سوريا لم يذكر مثلا أبو الفضل العباس ولم يذكر حزب الله وليواء الإسلام وحزب الله ذكروا الأطراف هذه فقط لذلك أنا أقول هناك على ما يبدو إسكاج والمرسوم لكن ألا تجد إن هذه خطوة إيجابية أيضا عندما تتكلم الأمم المتحدة عن عصائب الحق ومنظمة بدر يعني هي كبداية كما نقول هي أول لدرجات السلم لا أنا عندي تفسير الحقيقة لهذا الموضوع منذ البداية يعني منذ حصل احتلال داعش لبعض مناطق العراق وحاولت بلد المتحدة الأمريكية طبعا من خلال الضغط على تغيير المالكي ويتام بحكومة عراقية عرفت هذه الحكومة بينها الحكومة الشاملة الفكرة من الحكومة الشاملة أنه تستنهض قدرات العشائر العراقي خصم في الأنبار والموصل لقتال داعش طبعا أين تقف كان في الحوارات أنه هذه العشائر تقول لك أنه قاتل داعش ثم تدخل الميليشية لتستبيح المناطق والمدن التي أنا فيها وحضرها من داعش فبقبال ذلك نريد عشائر الجنوب أن تقاتل الميليشية هذا الموضوع اللي بدأ يصير في إطار الحديث الآن في جلسات عمومية للمؤمن المتحدة ومشابهة هذا يقع في إطار الدفع الحقيقة للحكومة العراقية وليس للمجتمع العراقي يريد أن يدفع للحكومة العراقية ولاحظي قبل يومين أو ثلاثة مثل الرئيس الوزراء العبادي تحدث عن خطورة الخطف وأن هناك بعض الجهات وأزيد من الشعر بيط في هذا الموضوع أنه فيه جهات وجهات معروفة بالأسماء تريد تعيق تقدم حكومة العبادي في تقديم الإصلاحات السياسية وأن تنتشر البلد بما هو فيه من خلال هكذا نوع من العمليات والخطف وما شابه ذلك عمليات إجرامية حتى يقال أنه حكومة العبادي عجزت وطبعا الشرخ المجتمعي يزداد والعنف الطائمي نعم يضعون العصف العجلة ولكن فيه تقديري أنه ما طرح في مجلس الأمين كان يجب أن يكون في إطار مسألتين الأولى أنه عندما تطرح قضية يجب أن تطرح كل القضايا بشكل متساوي ذلك البيانة اللي يصدر يعني القتلاء الأمير زيد بن من راعد كان جيد ولكن ما تقدم به ميلادي ينظر له أنه بنوع من المحابات للحكومة العراقية الصحيح الحكومة استطاعت خلال فترة وجيزة أن تقدم بعض الشيء وليس كل الشيء يعني المستوى السياسي لازالك أنك شكوى من التقدم وليس أنك وعود واضحة متى سوف تنجز الحكومة مثلاً لإصلاحات المطلوبة قصة بما يتعلق لمطالب المتظاهرين لسبب كل هذه المشاكل هذه غير واضحة لحدنا اثنين لا زالت تقدم في الميدان صحيح حصلت انتصارات مثلاً في جرف الصخر في بيجي في آمرلي كل هذا صحيح ولكن لحد هذه اللحظة لم تسن الحكومة وتشرع قانون الحرس الوطني مثلاً قانون الحرس الوطني وهكو اعتراض من بعض الأطراف هذا كله طبعاً في طار ما يحصل في شكل خلل في شكل خلل ولذلك يجب على المجتمع الدوي الحقيقة أن يتعامل مع القضية العراقية ليس كما تعامل في السنوات الماضية محابات ومجاملات على حساب القضايا التي أنا أعتقد حتى الحكومة بحاجة لأن من ينصحها دائماً أن يوضح لها الطرق أولاً العنف الطائفي يجب أن ينتهي التمييز الطائفي يجب أن ينتهي كل خطاب الطائفي ويجب أن يصدر قانون مجلس النواب العراقي يجرم الطائفية لأن الطائفية ما عادت قضية محلية في العراق اليوم الطائفية مهددة للمنطقة كلها وهذا مهم جداً هذا القانون المساءلة والعدال ومع ذلك القانون الطائفية هو الأهم يعني الاشترار الماضي وإثارة العنف بين المجتمع العراقي يجب أن ينتهي لذلك عودة على بدء ما يحصل في روقة مجلس الأمن ليس كله في مصلحة الشعوب على فكرة أنا من بابي أنه حتى هذا اللي تقولي صح أن هذه المنظمات مثلاً متهمة بأعمال إجرامية وما شابه ذلك لكن هذا التوقيت هذا الحقن في هذه المرحلة قد لا يكون مناسباً للعراق أنا أتمنى على هذه المنظمات أن تسعى بدفع العراقيين لحل مشاكلهم أولاً واثنين أن يصطفوا العراقيين في قتال داعش وكل المنظمات الارهابية الميليشياوية إلى آخرين هذا جيد أن يساعدوا العراقيين على ذلك أما نذهب مباشرة كم قرار صدر ضد نظام بشار الأسد منذ أربع سنوات من قرار تقريباً ألفين داعش والليوم وكم إدانة صدرت أكثر من ثلاثين إدانة يمكن صدرت بحق بشار الأسد وما معنى ذلك ما الذي يأثق ذلك هذا يعني الموضوع الحقيقة ما عاد يداوي إجراح الشعوب اليوم اليوم العراقيين أكثر من مليونين وستمائة مهجر نائم في العرا في هذا البرد القارس للاسف أنت لاحقين أنه الأمم المتحدة لم تناقش قضاياهم لحد الآن للاسف يعني تكلمنا بداية عن عن شروط مشروعة عن أيضا حقوق مشروعة وللاسف اتجه الموضوع الآن نتكلم عن خيام خيام لنازحين يعني أقصى المطالب الآن أصبحت هي خيام لنازحين وليس حقوق مشروعة وهناك اتهامات لبعض المشؤولين بينهم سرقوا أموال نعم حتى أموال النازحين تم سرقتها طيب أمريكا اعتبرت يعني دعنا نتجه قليلا نحو الموضوع الإيراني لأنه يعني هو لديه نصب الأسد كما يقال في المنطقة أمريكا اعتبرت فيلق القدس منظمة مؤيدة للإرهاب عام 2007 ما الذي حصل بعد ذلك ما زال فيلق القدس يصرح ويمرح أقول شيء والله أنا أستغرب بالله العظيم يعني فيلق القدس هو مؤسسة من مؤسسات الحرس الثوري نعم الإيراني والحرس الثوري الإيراني هو من أكبر مؤسسات الدولة الإيرانية نعم فأنت عندما تتهم جزء فأنت متهم دولك أكل فأنت تستحي أن تتهم الدولة الإيرانية وتقول أنها لا ترع الإرهاب يعني هذا اللي أنا اعتراضي على الموضوع هو يتم وراء الكواليس يعني كلام مبطن هذا كل استخدام للضغط الحقيقي هناك موضوع يوم 24 وبدأت يوم أمس يعني الجولة الأخيرة بين المجتمع الدولي من باب خمسة زاد واحد نعم وبين الإيرانيين تدأت يوم أمس الجولات الأخيرة من التفاوض على الملف النووي مفروض يوم 24 ويوم 24 هو الموعد النهائي الحاسب فبدأت الضغوط الحقيقة من باب شوفي ضغوط على العراقيين في مجلس الأمن يوم أمس وضغوط على بشلال الأسد يوم أمس وضغوط الحقيقة على الإيرانيين فيما يتعلق بهذه كل كالعمليات الهائلة من الاتهام هم يريدون أن يوصلوا إلى الإيرانيين وبالذات الطرف الذي بدأ الآن يهدد إيران بشكل خفي اللي هو الطرف الجمهوري الذي يتمكن من أن يتقدم بالفونس ووضعوا أوباما في الزاوية ووضعوا أوباما في الزاوية وطبعا في الزاوية لا يفسد عليها أبدا بالمناسبة أنا بدي أذكر لك قصة مهمة جدا نعم تفضل قرأتها دقيقة واحدة فقط قبل يومين نشرت أو ثلاثة في نيويورك تايمز تكشف عن ما تحدثت بي أنا بالبداية موضوع اللوبي الإيراني في الإمارات نعم للأسف فقط العرب ليس لديهم لوبي يؤثر في القرار الأمريكي كل الدول لديها لوبيات كشفوا عن أنه هم من يقوم بهم المستشارة الأولى لأوباما هي إيرانية الأصل طبعا وهي زميلة له كانت في المحامات وإيرانية يعني مع التوجه الفارسي الإيراني بمعنى ليس لها علاقة في النظام ولا يهمها شكل وطبيعة هذا النظام المهم أنه إيران تكون دولة ذات إمبراطورية هكذا هي يعني الامبشنس مالتها اللي هو طموحها طموح فرغم ما قد تكون غير متفقة مع النظام الحالي في إيران ولكنها متفقة مع أن تكون إمبراطورية فارس وهي المستشارة الأولى الآن لأوباما وهذا الحقيقة طبعا وهذا الكشف وهذا الكشف الحقيقي جاء بعد أن كشفوا موضوع الفورين بوليسي عندما كشفت الرسالة اللي بعث بها أوباما إلى خامنين خامنين جاءت كشف هالمسؤلتين بالتالي سوف يكون هناك ربط أن الرسالة ليست هي محط خيال وأن ما جاء بها كل حقائق أنه أوباما فعلا بعث لخامنين بالرسالة ببعض المفاهيم أننا نحن على استعداد لجمع كل القضايا وضعها على الطاولة مع الإيرانيين أزاء البلف النووي ممكن أن نتساهل في العراق في سوريا ما شابه ذلك أزاء أن نصل إلى اتفاق هل يمكن أن يكون هناك أيضا بما أننا نتكلم عن اتفاقات والصفقات هل يمكن أن يكون هناك أيضا اتفاق ما بين النووي وموضوع هذه الجماعات الإرهابية لهو الأمريكان وابحين خاصة لأن داعش موجودة هناك هذا الكم الهائل من المنظمات الغريب لم يتحدث يعني كأنما هو يريد أن يعترف يعني الأمم المتحدة يريد أن تعترف بداعش وجود عندما تتهمين داعش بأنه ترتكب انتهاكات ولا تقول داعش تقول الدولة الإسلامية تنظيم الدولة أو تنظيم الدولة الحقيقة هذا بنوع من الاعتراف طبعا ما لاحظنا خلال ومجرد كلمة ربما الدولة الإسلامية هي اعتراف بأنها دولة إسلامية أيضا بالتالي هذا تهديد لباقي الوجودات يعني يأتيك أحدا يقول لك هناك دولة في إيران هي أيضا دولة دينية وإسرائيل هي أصلا قائمة على فكرة دينية فشو يمنعني كل السنة دولتهم الدينية وبالتالي إذا كانت هذا يعني هذه خلفية ما يفكر به الأوروبيين فهذا بالتالي لماذا هذه الحرب على داعش إذا إذا تريد أن تضع حجود لداعش من خلال هذه الحرب ولا تقضي عليها أن تحدد تعطيها الباوند كل الحجود مالتها وبالتالي تتركها كدولة وكاعتراف إذلك حتى البيانات ماكو بيان يصدر من الممتحدة على منظمة أصلا تواصفة بالأرهاب وتقولها ترتكب انتهاكات وشي تريد من هذا اللي يعني هل هي الدولة حتى تروح تعاقبها بحصارة أو شي إذا تتعاملت لها الدولة فأنت معترف بها هذا السياق من التقدم في الحديث يجعلنا إلى أنه أوباما عندما يطلب من خامنئي أنه يكون عونا له في الحرب على داعش شيف لك مساء خطيرة جدا البعض يقول ما هي قدرة إيران على الحرب على داعش هل تستطيع أن ترسل جيوش فهذا مرفوض طبعا والسؤال الأدهى هل هنا لك حقا تخوف إيراني من داعش وهناك تخوف إيراني قد يكونك تخوف إيراني من داعش ولكن هل فعلا أنه الأمريكان يريدوا أن يوحلوا العالم أن هناك علاقات بين الإيرانيين وداعش وهذا الأهم الموضوع هناك اتهامات إذا تذكرين نعم بأنه تمويل تمويله وأنه بشار الأسد هو الذي قام بإنتاجه مع شابه ذلك وهذا يومي النسبة خلط الأوراق الآن يقال أن داعش هو فعلا تنظيم أمريكي صهيوني الآن أصبح تنظيم أمريكي صهيوني نعم الآن نتم أيضا الحديث عن منظمة ربما هي أكثر أو شبكة لأنه اسمها شبكة هي أكثر يعني رعبا من داعش نعم هي شبكة خرساني وهي تهدد أوروبا إذن كيف ستكون البوصلة هنا هو هذا كل ونحن نقع كل يوم تحت تنظيم إرهابي جديد ينتج الحقيقة أو منتجات إرهابية جديدة وهذا الجيل الرابع تقريبا من القاعدة اللي بدأ عام السبعينات عندما قاتلوا السوفيت نعم بالرأية الإسلامية واليوم وصلنا إلى هذا الجيل وقد نكون قريبين من جيل خامس نعم الجيل الخامس اللي يعني بدأ بشكل واضح أنه ينسلق حتى من تنظيماته الأصلية ما يتعلق أن نتحدث عن السنفية الجهادية نعم يعني كثير منهم كان يتقاطع مثل مع أبو بكر البغدادي الآن يعني أنه مبايعتهم على سبيل مثال بيت المقدس في سيناء اللي هي معروف متهمة أنه هي الواجهة الأخرى لحماس من اليوم تنسلق عن حماس وتذهب تجاه مبايعته أبو بكر البغدادي خريطة الآن أصبحت أوسع من ضمنها مثلا الخراساني الخراساني طبعا هو قتل قائد مالهم قبل ثلاث سابيع في غارة جوية وقيل أنه كان في إيران وقيل أنه دخل أراضي سورية بعلم النظام السوري وقيل أنه ليس على اتفاق تام مع توجهات القاعدة وكذا ولديه رؤية وطرحه الخاص ولا يعرف لحد هذه اللحظة ما هو مذهبه على سبيل المثال نتابعت كل هذا الموضوع لا نعرف تحديد هويته المذهبية يعني أبو بكر البغدادي طيب أن تقع المنطقة تحت هذه التأثيرات أو هذه التنظيمات أو هذه الشبكات أو هذه المنتجات لنقل إلى أين يقود المنطقة؟ يعني هو شوفي بالنهاية أنا تصوراتي المرحلة بالشكل آتي أنه في العراق داعش ليس لهذه يعني قدر على البقاء داعش سوف تتفكك إلى كتل صغيرة كما يقال ولكن هي أخطر الكتل الصغيرة هي أخطر من أن تكون كتلة واحدة أنه في سوريا حتى مقترح ديمستورا على فكرة يعني اللي كشف عنه يوم أمس بأنه يذهبوا بإجاز ما حصل في هذا المقترح أنه يذهبوا للامركزية في سوريا وحتى السؤال عن أنه اللامركزية في ظل سيطرة بعض الجماعات اللي أنتم سموها متطرفة على سوريا كيف سوف يكون الحال ما أجاب يعني لما نتحدث عن إدلب سيطر عليها جبهة النصرة لما نتحدث عن حلب تم تصنيف سوريا 24 منظمة شيعية أو ميليشيا شيعية هي التي تسيطر الآن نهيك عن المدى التنظيمات الكبرى لما نتحدث عن ريف دمشق وكذا بيد الميليشيات الشيئية لما نتحدث عن الحسكة بجزء منها عند الأكراد وجزء منها عند داعش لما نتحدث عن دير الزور فأنت عندما تطرح نظام لا مركزي بمعنى أنه أنت سهلت الأمر لها ولا بين يبقون الحكم وبالتالي تم التعامل معه في العراق أعتقد الحال مختلف لذلك لم يؤسسوا داعش في العراق مثلا في الأنبار لحد هذه اللحظة كانتهم القدرة على أن يحتلوا الرمادي ما فعله هذا الشيء عندما انهارت المنظومة العمنية العسكرية العراقية اليوم صار أصعب الموضوع سوف يفقدوا كل المناطق بالأنبار باستثناء مناطق الصحراوية سوف يفقد المناطق في تكريت بعد أن فقدوها في بيجي أعتقد معركة الموصل سوف تطول نسبيا إلى شهد الثالث أو الرابع من العام القادم إذا كانت كوباني هي لغاية الآن لم تنتهي وهو استنزاف هو استنزاف لكن الرقة سوف تكون باعتبارها هي العاصمة سوف تبقى بها داعش ولفترة طويلة لأنه وضع سوريا غير وضع العراق هذا هو ما يحصل مستقبل المنطقة إلى أين لذلك لو تلاحظين في البيانات الأخيرة لداعش بدوا يفتحوا جبهات أخرى منها قالوا أنه سيناء أصبحت ولاية منها أن السعودية يوم مهددة وهذا طبعا هو يطيك نبوءة لما يحصل في المنطقة قابل لأيها تبقى قضية وقضية أساسية كل الصراع في المنطقة الحقيقة جذر الصراع هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم تعالج هذه القضية كل المنتج الذي حصل بتقديره من عنف وتطرف ورهاب بسبب استمرار هذه الصراع واليوم لو تلاحظين عاد مرة أخرى هذا الصراع رغم كل محاولات اللي تهموا بها الصهيونية وأمريكية البارحة عملية القدس تم توجيه الانتقاد للفلسطينيين وليس الإسرائيليين للأسف نحن نتجه في منحة آخر يعني أنا ما عاول كثير على مجلس الأمن فيما يقولها الحقيقة ومعروف اللي هو الصهيوني لكن أنا بقصدي مرة أخرى وهذا هم جيد تغذروا الفلسطينيين سنوات مرة أربع خمس سنوات ما نسمع شيء عن القضية الفلسطينية نعم اليوم هذا الموضوع عاد القضية الفلسطينية اللي هي بتقديري سوف تعيد اللحمة للمجتمع العربي والإسلامي إذا استطاعت القيادات المتبقية من المجتمع العربي والإسلامي أن تتعاطى مع هذا الموضوع بشكل بعيدا عن حسابات البسيطة ليست لذات قيمة اليوم في أزمة كل الدولة تعاني من عدها في الخليج العربي في العراق في سوريا في مصر هي أثبت الانقسام المجتمعي وانهزام المشروع السياسي اليوم من تحت الطوق هذا الموضوع تحتاج أن تكشف الأسباب الأسباب الأساسية لهذا اللي حصل أنا بتقديري حسب متابعتي كل بسبب استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو الصراع العربي كل أنواع الصراعات مع إسرائي اليوم أمام فرصة للعرب أن يعيدوا بناء منظومتهم اللي بتنتهت على مستوى الجامعة العربية والنظام السياسي وهذا البناء يجب أن يكون على أساس انتزاع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ليس مجاملات كما تفعل بعض الوقت نعم ولكن نحن نتكلم الآن عن التصنيف والمنظمات الإرهابية إيه حتى نخلص من قال إن إسرائيل من ضمن هذه التصنيفات من يجرؤ على من إسرائيل باعتراف كل الدول العربية تتحدث حتى فضائياتهم وكذا تشير لأن إسرائيل هي ترعى الإرهاب إسرائيل هي الدولة هذا أعتراف عبر الإعلام ولكن ليس عبر الحكومات ولكن بصراحة وليس في بيانات ولكن مع الأسف بكل صراحة وصلافة يتهموا حماس بالإرهاب هذه الأنظمة ملع الجهات الإعلامية أنظمة مرؤساء أنظمة يتهموا حماس بالإرهاب وبالتالي البارح صدر التقرير نحدث حال مع حزب الله رغم أنه حزب الله بالمناسبة أنه قد يكون خطأ استراتيجي دخوله في الصراع في سوريا حزب الله كان ينظر له لكل المجتمع العربي والإسلامي أنه حزب مقاوم وحرر أرضها من إسرائيل للأسف الصراع الطائف يلف في الموضوع باتجاه آخر اتهام هالمنظمتين حقيقة أنا بالتقدير السبب الأساسي لاتباطهم بإيران بشكل أو بآخر وليس لأنه مثلا السعودية أو بعض الدول الخليجية لديها موقف من حماس لأنه حماس جرفت باتجاه مباشر إلى الإيرانيين وهذا طبعا يزعج كثير من الدول العربية البارحة صحيفة لوفيقارو قالت بأن إيران تمول فيلق القدس عبر شركات صينية وذلك عن طريق بنك صيني يقوم إيران بإداع الأموال فيه وأيضا هذا البنك بدوره عن طريق الأموال الإيرانية يحول أو يمول كل من حزب الله وحماس والفصائل الشيعية في العراق هذا التقرير نحن الآن نتكلم عن خماس وعن فصائل الشيعية في العراق وعن حزب الله كيف تتم عملية الربط هنا وعندما نتكلم عن التمويل ولوه هذا الإيحاءات أو لماذا هذا محاولة تغيير الحقائق ما هو العراق كان على أيام المالك كان الحديقة الخلفية العراق حجم التبادل الرسمي وصل أكثر من 30 مليار مع عدل الأمور الأخرى اللي هي معروفة حتى وصل ماكين كشف قبل أسبوع قال أنه المالكي كان يموّل إيران من خلال عمليات المزاد البنكي المركز العراق فلس يواجه إفلاس لماذا هذه اللفة وشركة صينية والصينيين طبعا من أبخل الناس هذا الموضوع نادر عمليين جدا عمليين وليس بها الشكل يدفعهم مليارات لكن ما كان يدفع من العراق مبالغ طائر هم وسيط هو بنك سيني وهم لا يقومون بالتمويل قد لا يتجاوز ملايين الدولار نحن نحدث عن أربعة صراعات تقود هيرا في المنطقة الصراع الأساسي في سوريا حرب هذه مفتوحة وصراع في العراق وفي اليمن وكذلك بعض العمليات اللي كانت تمول من خلال في البحرين بعض النشاطات ماكو عمليات وكذلك الحال في لبنان هذه الساحات الأساسية لمن؟ لإيران هذه الساحات إيران حتى تتمولها تحتاج إلى مليارات الدورات سنويا هذا الموجود ولذلك الضغط الاقتصادي اللي يمورس على إيران جعلها شوي تخفف من حدة الخطاب ذات لحظة ويأتي بروحاني على اعتبار معتدل ثم انساقوا باتجاه التعاطي مع المجتمع الدولي في قضية الملف النووي ولكن هذا لم يحسم الأمر يعني يوم 24 وذا راحوا الأمريكان كما هو معروف الجمهورين الذي يشترون على هذا الجانب يروحوا إلى الكونغرس ويروحوا إلى المجلس العامل يستظروا جملة قرارات ما يتعلق بالحصار على إيران أعتقد الوضع الاقتصادي الإيراني سوف يتأثر مع انخفاض أسعار النفط وانخفاض الصادرات لدون المليون ونصف درميل وبالتالي هذا بشكل أو بآخر سوف يؤثر على نشاط هذه المنظمات هو الاقتصاد الآن بطبيعته قد تأثر لأن أسعار النفط والدهب قد رخفض إذا قدرنا نتخلص من المليشيات الشيعية والكذا من إيران تعتعب اقتصاديا لكن من الذي سوف يؤثر على المنظمات الجزء من هذه الذكرة طبعا هي فعلا منظمات تقوم بأعمال إرهابية أو ترتبط بمسارات إرهابية من الذي سوف يؤثر على داعش وجبهة النصر وكذا من أين تموّل ما هي تموّل قدرنا من الاجتماع الدولي تهرب نفط وهذا هو التناقض بيخذ ذاته يعني هذا يقودنا إلى سؤال ربما يعني يخطر على البال يعني هل هناك إرهاب محمود وإرهاب كما يقال مذمون في العالم هو استخدام في استخدام في استخدام ست ميساء الحقيقة في استخدام في استخدام وهذا لا ينكر يعني أولاد التحدة الأمريكية ليست بريئة ما حصل فينا ليست بريئة لأنه في كل ما يحصل أيضا يعني نرجع لنظام المؤامرة داعش سيطر على محافظة بساعات أكبر محافظة في العراق وداعش بحد ذاته ليس أكثر من 20 ألف انصر بالنتيجة وصلوا إلى قابق أوسينة أو أدنى ولم تتحرك إلى التحدة الأمريكية عندما يسأل الأمريكان يقولون إلا يتغير المالكي بشكل مباشر ولكن عندما صار تهديد الكردستان فدخلت بحثة الأمريكية بشكل مباشر وبضربات جوية ووقفت ذلك حال مع كوباني مزيئ داعش ألم تكن تحت منظار وما شابه ذلك حتى مثلا صحيح بعض التريرات ضعيفة كانت من بيرت موكريك عندما سوئ المساعدة وزير خارجي الأمريكي قال أنا نبهت المالكي قبلها بثلاثة أيام عن ما حصل في الموسط طيب المالكي عندما يهدد بهذا يعني ينبه هكذا تنبيه كبير وخطير يهدد سيادة الدولة وتهدد سيادة الدولة ويسكت عن ذلك ما هو كان الفعل الأمريكان بجاه المالكي وانظومته ذلك هذا الموضوع أيضا متلوق وقتسام الكعكة كما يقال أنا أقول تحالف الدولي لنكن واقعيين ويعني نفكر بعيدا عن السداج نوعا ما الآن التحالف الدولي بعد شهرين ما زالت الضربات الجوية 99 ضربة جوية الغيث الآن وداعش ما زالت هو استخدام شو بي شو بي ست بي سا أكو ثلاث أشياء ثلاث مستويات أولا الأمريكان خرجوا من العراق عام 2000 وداعش الحقيقة غير راغبين بهذا الأمر يعني خروجهم ما كانوا فوق ما تريد كل الجهات الأمريكية عسكري في العراق نعم ويحصلوا طبعا شنو السبب الأساسي اللي خلاهم يخرجون أنه المالكة إنذاك أصر على عدم منح الحصانة نعم للجنود الأمريكان وبالتالي الأمريكان لا يبقوا في بلد بدون حصانة فانسحبوهم غير مقتنعين بالانسحاب اتهمت إدارة أوباما بأنه سلمت العراق إلى إيران وبالتالي الجمهورين اللي هم أكثر جدا متشددين أصروا على أن يجب أن يكون لديهم شيء في العراق ومن هنا أنا أقول الاستخدام حصل استخدمت داعش حتى يعودوا التحالف الدولي هو عبارة عن البرواز فقط لللوحة اليوم فيها حاديث وحاديث مؤكدة رغم رفض الحكومة ورغم امتناع الحكومة وعدم تأييدها في عودة لما لا يقل على العشر تهلاف عسكري أمريكي كمرحلة أولى وسوف يكون مناطق اختصاصهم هي الأنبار صلاح الدين في النينوة أي في المناطق السنين دنيا أنت تتكلم عن عمليات بوتس هنا طبعا بوتس على الجراوند هذا بوتس على الجراوند الذي هو يعني الاجتياح بري شبيه بالاجتياح البري ولذلك سوف يذهبوا الآن فيه إعداد لقرار في الكونجرس طبعا هذه العمليات تجدلها فند اللي هو التمويل الاجتياحات راح يذهبوا والكونجرس طبعا ما يعطيش موافقات فرح يذهبوا إلى أسلوب آخر اللي هو التمويل للعمليات الخاصة وهذا طبعا حصل حصلت الـ CIA تحديدا اللي هي بيها الملف الآن يعني الملف العراق والسوء اللي أصبح فيدي الـ CIA والـ CIA لا تقوم بعمليات اجتياح تقوم بعمليات سلكتف انتقائية اختيال ما شابه ذلك إلى آخرين هذه العمليات سوف يوفروا لها التمويل وعندها ذلك سوف نكون أمام حقيقة أنه وجود الأمريكي على الأرض هذه المرة سوف يكون مرحب به للأسف نتيجة الانقسام الطائف نتيجة الاضطهاد والانتهاك اللي حصل ضمن الفترة الماضية ضد سكان هذه المناطق نتيجة نزوح الناس من عند ذلك هؤلاء الناس كانوا متهمين أنه ضد الأمريكان وقاوموا الأمريكان يعني أقصد أهالي لنبار وموصل واليوم بالعكس هم على استعداد لقبول وجود أمريكي مو محبة بالأمريكان ولكن خلاص مما حصل وبالتالي الشيعة في العراق سوف يقول وخلاص داعش أصبحت تهديد وجودي وليس التهديد فقط من شكل آخر طائفي لا تهديد وجودي يجب أن يقتلعوا الوجود الشيعي بدليل ما صرح بأبو بكر في خطاب الأخير أنه يستمر في حرب الرافضة وما شابه ذلك هذا استخدام أصبح هس تقولي لأنه جماعة عدم عقيدة عدم كذا بس أقول أصبح فيه استخدام أنه عدنا مرة أخرى الأمريكان حتى نرجحهم ونحن كشعب عراقي أولا لكراد طبعا بكل تأكيد موافقين على ذلك السنة كانوا رافضين في المرحلة السابقة الآن موافقين على ذلك الشيعة ليس لديهم خيار لأنه يوميا خسائر بشرية بالحشد وعليهم أن ينهى هذه الحرب السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هم لا يثقوا كثيرا مثلا بالسنة أن يمكنوهم من سلاح وكذا في تجربة سابقة الأفضل أن يأتوا الأمريكان ويكون هم مسؤولين عن تحقيق الأمن في هذه المناطق بالتعاون مع العشائر هذا كله كان يحصل لو لا داعش بكل تأكيد لا لا ما يحصل الآن في سوريا طيب داعش الآن يتم الحديث بأن داعش يمتلك كيماوي إذا امتلك كيماوي فنحن لا نتكلم فقط عن تظيم إرهابي بل نتكلم عن أخطر مما ذلك يعني خطر يهدد الإنسانية طبعا وهذا طبعا هذا الموضوع أوباما يريد أن يؤسس إلى تبرير لعودة القوات هو قال أنه إذا امتلكوا هذا السلاح سوف نرسل قوات برية طبعا هذا الموضوع للأسف أقول كيف يمتلك داعش هذا السلاح وأنتم قد ذهبتم إلى بشار الأسد واصدرتوا قرار وقمتم بعمليات تفتيش وقلت انتهى بشار الأسد فمن أين حصل طبعا لا تحدثوا عن السلاح الكيميائي العراقي طبعا السلاح الكيميائي العراق هم في تقريرهم بعد احتلال العراق قال العراق نايفي كان أسلحة وإذا وجدوا بعض الكيميات في مشيئة المثنى على سبيل المثال قالوا هي اكسباير قابل الاستخدام فإذا هذا السلاح الكيميائي أما تسرب إلى داعش من دول خارجية وهذا احتمال واحتمال ضعيف أو أنهم استطاعوا الحصول أو تم ادخال هذا الكيميائي لداعش أيضا من خارج سوريا قيل هناك بعض الأخبار بأن الجيش الأمريكي أو قوات الاحتلال نسيت هذا الكيميائي كيف نسيته هنا هنا الفيلم مصدر الأمريكان بيان قالوا هذا السلاح الذي ترك في منشيئات مثل مثل المثنى وغير ذلك غير قابل الاستخدام لا يمكن يعادل غير قابل الاستخدام استهلك يعني أقول هذا الأمري هم الأمريكان قالوا عليه لكن لا هناك محاولة للربط داخلي ما بين بشار الأسد وداعش واليوم بدأت تظهر يعني أحاديث صحفية أنه المالكي وافق لدفن المخزون الكيميائي التابع للنظام بشار الأسد حتى يبعد عن من شوفي الربط وين بالقصة حتى يبعد عن المفتشين وبالتالي يقول لك أنه هذا جاء في الصحراء في الأنبار وأنه داعي سيطرت عليه هذه الحقيقة بس في هوليوود الصير يعني هذه الأشياء للأسف أقول يما يضحكوا على الشعوب أو يستغلوا سذاجة أو الورطة اللي احنا فيها الآن للأسف للأسف أقول هذا لا يجوز أولا المالكي كان حليف البلدات الأسد الأمريكية على طول الخط حليف يعني ما بيشك وما حصل من عمليات التفتيش كانت تحت إشراف المخابرات المركزية الأمريكية ما أقول لأمم المتحدة فكيف يمكن للبشار الأسد أن ينقل هذا المخزون من السلاح إلى العراق وبالتالي المالكي يكون بتخزينه في مناطق مثل لنبار ثم تأتي داعش تستغله ما تحصل نعم للأسف إذن كل ما يحصل هو كما يقال نتاج لدول تخدم أطراف إقليمية ودولية إذن لم يتبقى لي سواء أختم هذا الحلقة شكرا جزيلا لك ضيفي المخلص السياسي دكتور أحمد أبي شكرا جزيلا لك وشكرا خاص لكم ضيوفي وأعزائي المشاهدين شكرا وإلى اللقاء